اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد نهار جديد نتمنى دائما يلقاكم على خير ونلاعجبكم تشاركت معكم دجاج بتتبيلة رائعة جدا كيجي لديد كيدو بدوابان حضرناه في الفرن طيبناه في الفرن مع طبق ديال الارز كيجي الحبة واختها تبعوا الفيديو شاهدوا الخطوات ومتأكدة إلا جربته غيرجع عندكم معتمد في نيبان حضا دجاج ديال المطاعم أو الارز اللي كيتبع في المطاعم هذا إلا دقته غادي تنسي أي وصفة قديمة كنتك تحضره وبإذن الله يرجع عندك معتمد على بركة الله نبدو مع طريقة تحضير نصلي وإلى نبي الله نصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بسم الله على بركة الله نبدو مع طريقة تحضير أول حاجة غني نتبله دجاج عندنا تم نصف ملعقة صغيرة من الزعتر القليل من البابريكا الحارة الكوركم الزنجبيل البابريكا القليل من الفلفل الأسود ملعقة صغيرة من الخردل ثلاث فصوص من التوم كبير حكيتهم الملحة سب الضوء عصير البرتقال وحبة بصل حكيتها كانت الحجم بيلها صغير وملعقتين من المعدنس ملعقة من القصبر قطعناهم والسوجة ملعقة كبيرة مملوقة جيدا بالسوجة ربع كوب ما يكونش مملوء بزب زيت الزيتون بما أنها غلات حولها هناك نقصه وزيت النباتية بكل تأكيد حتى كان عمره ربع طولة كوب ديال زيت النباتية مخلطة مع زيت الزيتون ممتوف رنش على زيت الزيتون نضيفه غير زيت النباتية بكل تأكيد نضيف التوابل دفعة واحدة الصينية نفسها لغا تدخل للفرن نضيف ملعقتين كبيرتين من المعدنس والقصبر ملعقة كبيرة من القصبر حبة بصل صغيرة محكوكا في الحكاكا وعصير نصف ليمونة تقريبا ما يعديل واحد ملعقتين كبيرتين من عصر ليمون ملعقة كبيرة من الصوجة ثلاث لي هاتش اللي يبقى يعني واحد ملعقة كبيرة ديال الصوجة لما توفرين عليها ضيفنا الزيت النباتية مع زيت الزيتون وغادي ندمجو التتبيلة كجي لديدة بزر بالرغم من البساطة ديالها جربوها التتبيلة عمركم ما غا تستغنوا عليها كجي واحد الدجاج ولا اشهى هنا عندي ثلاثة ديال القطع ديال الفاخد الدجاج شوية الحجن ديالهم كبير يعني تقريبا واحد كيلو ميتين جرام ولا كيلو تلتمية جرام تقريبا خصلتهم جيدا نزلك لهم للجلدة وغادي تبقى تقطعوا دجاج ديالكم بهالطريقة باش يشرب التتبيلة ممكن تستعملوا اي قطع ديال الدجاج سواء صدر الدجاج ولا الفاخد اللي متوفرين عليه غلفتهم جيدا بالتتبيلة وغادي نغطيهم بلاس لغذائي ونوضحهم في التلاجة تقريبا على الاقل ساعة من الوقت خليوا التتبيلة تشرف فيها أنا تقريبا خليتها ساعتين عاد جيت دخلتهم للفرن في نفس الصين اللي غا تدخلوا للفرن غا تخليوا الدجاج ديالكم يتبقى بغيتوا تضيفوا انتم الخضر ممكن تضيفوا انا دخلت غير دجاج باش يجي غير مع الرز والدجاج بدون اضافة الخضر هنا من بعد مرور ساعتين تقريبا في التلاجة ممكن تخليوا هالوقت اللي تبغيتو ولا ما عندكم شو الوقت مباشرة كتدخلوا هالفرن غير من الاحسن ان الدجاج ممكن تشربتت بلك يجي طريب الزاف غلفتها بورق الطهي وضفت عليه ورق الاليمينيوم وغادي ندخلوه للفرن تقريبا واحد ساعة ونص على فرن ميتين دراجة كنوضعوا دجاج ساعة من الوقت قريب لجهة السوفلية للعلوية بكل تأكيد وغادي نخليه طيب ومن بعد غايت شوفه معي هنا غادي نحضروا الاروز المرافق للدجاج زليفة ديال الروز تقريبا حميتين جرام ديال الروز حسب الرغبة حل ما بغيتو مهم انا عمرت زليفة ديال الروز الحبة دياله الطويلة ماشي غلاسي الروز بسمتي او الروز اللي كيكون حبة دياله طويلة غادي نغسله جيدا ممكن تبقى الروز غلاسي تديرو نفس الطريقة غايجيكو ناجح غير هذا كجلديد على الروز غلاسي نغسله جيدا الروز ونحيدو منو داك النشا وغيرجع المبيض معاكم غسله جيدا ومن بعد صفيوه ووضعوه في الصفايا وخليوه جانبا ووضعوه جانبا في مقلات غادي نضيف القليل من الزيت وغادي نضيف معها ملعقة كبيرة من الزبدة الزبدة من أصل حيواني باش كتعطيكم للدازوينة في الروز يالكم ممكن نضيفوا بدلها زيت الزيتون ضيفت بصل متوسطة للحجم قطعتها الى مربعات ترقيقه وغادي نخليو المصلة ديانا تقلى جيدا خليوها تقلى وتاخد اللون ذهبي من بعد غادي نضيف لها نصف حبه ديال الطماطم حيدنا لها القشر وقطعنا هاتاية مربعة صغيرة ووضعوها وخليوه تقلات البصل قليلا غا نضيف عليها الطماطم حبه كبيره قسمت غير النصف دياله لها كانت الحبه ديال الطماطم صغير وغادي نضيف حبه كاميله زيلو لها القشر وقطعوها مربعات ووضعوها وخليوها تقلى حتى هي مع البصل من بعد ما غادي ياخدوا اللون ذهبي وتوخر داك المالي في الطماطم كي ما كتョفو المعاي哥 غادي نضيف القارفة، واحد شوية ديال عويدات ديال القرفة،و عويدات ديال القرفة،جوج ديال النجمات او الباديان و خمس حبات ديال القرونفل،كي يعطينا نسمى أغزالة للرز يعني شوية ديال قرفة و عواد جوش ديال نجمة او الباديان و خمس عويدات ديال القرفة تجعل الروز يتقلى جيداً مع التوابل حتى تشعر الروز في حال يبدأ يتقلى تقريباً تقليه فيه 1 دقائق تلبس الروز جيداً بالزيت نضيف التوابل و نضيف الماء نضيف القياس للروز و نضيف الماء تقليب الروز نضيف التوابل رشة من الفلفل الأسود رشة من التوم بودرة و الكوركم حسب الضوء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء نضيف الروز و نرشع نار ضعيف んで نشرب الماء كب cassis منها كيبان انه تشرب مبقاش فيه الماء هنا طفت عليها البوطة وغادي نجيب فورشيت ونحاولو اننا نحلو الروز ونحركوه ورجعو نغطيو عليه وننتظروا عليه وننتظروا عليه في نفس المقلات تخليوه يزيد يتشرب كتحركو هنا يا شوية بحالي كتبعت حلوهم وبعضياتو وغطيو عليه وتنتظروا عليه حتيته بالدجاج وتقدموه بالصحة والراحة ما شاء الله كيجي بحالي مبخر ماشي طيب في الماء دجاج من بعد مرور الوقت طلعتو الجهاز العلوية باش ياخد اللون الذهبي وتحمر المرق تعمت اني نخلي فيه المرق ما ننشفوهش وهنا من بعد مرور الوقت تحمر الدجاج الروز ما شاء الله لحبه واختها وكأنها مفور ودجاج نحاولكم شاء الله ريحة طلقة في المطبخ وعلى الدلجات فيه نتمنى انكم تجربو هاد الوصفة وتضربو على اي روز ودجاج كنتو كتحضروا منقبل هاد طريقة رائعة جدا كنزيد نسقي بالمارق الروز باش ميجيش ناشف وقدموه بالصحة والراحة اكيد غينالعجاب كل واحد غادي يدوقو ويتناولو الى هنا نخليكم مع صور نقلكم فيديو صنهاية ديالو جربو الوصفة وكونوا على يقين غترجع عندكم معتمدة الى اللقاء مع السلامة اشتركوا في القناة